اعزائي الحمد لله يا جماعة الهلال كسب النهاردة قدام فريق شباب الاهلي بصراحة الهلال عمل مطش يعني مش هنقول افضل حاجة بس عمل مطش كويس اهم حاجة المكسب دي كانت اهم حاجة تلاتة واحد مش وحشة بصراحة النتيجة اي نعم اه دخل فينا جون مالوش اي لازمة خالص جون رخم جون عارك منت اللي جون اللي هي الدايقك ديات غلطة غريبة جدا من سلمان الفرج اي نعم اه لسه راجعة من قصوة بس عادة ان ما اشتهاله يعني النهاردة كان في فاته من دياز بصراحة في حتة الباك الشمال ونص الملعب بالذات مش عارف انا خليفة الدوسري ليه لعب باك شمال انت تظلم العيب معاك فدي بصراحة حاجة نقطة بحشة جدا خليفة الدوسري حلو وتفعيل مش وحش بس هجوميا ما فيش ما بيزيتش خالص وناصر الدوسري العب بيه باك شمال مش قصة يعني انت عنك عبدالله عطف برا اي نعم اكويلار مأثر وكل حاجة بس عبدالله عطف هيديك مطش السلمان الفرج يعني مش هينفع السلمان يبتدي احنا عارفين حاجة زي كده بس خليفة الدوسري لا يا جدعان بجد ما ما ينفعش نفعش يا باك شمال لازم يبقى فيه حل لازم يبقى فيه باك شمال بديل لياسر الشهراني ينفعش يعني الاعتماد على خليفة الدوسري او حتى ناصر النهاردة فيه لعبين ما جاتش بصراحة ملعب بس الحمد لله كسبنا مش هتكلم على اداء سالم اللي بقاله فترة بصراحة بمستوى مش هتكلم يعني ما ينفعش وسودعب حميد النهاردة بصراحة ما جاتش المطش حرفيا من اسوأ اللاعبين من نهاردة سودعب حميد عليه غلطات مكاتش طبيعية المعيوف النهاردة الحمد لله فيق شال كور كتير منتحكش على بعض يعني دي حاجة تتحسب له المعيوف شابون النهاردة اجياله و لسه فيه تقل فيه تقل بصراحة بطريقة مش طبيعية مش هتكلم ليه الهلال لما بيكون كسبان واحد او حاجة زي كده او اتنين بيتراجع قوي بيتراجع بالزيادة عن اللزوم لا يا عم ما ينفعش هو اه شاب الاهل الفرقة مش وحشة وكل حاجة بس انت اتقل انت كخصر تيل جدا يعني انت كفرة قصدي تيلة جدا بس مش عارف اقول ايه الحمد لله عن مكسب ان شاء الله يعني الهلال يعملها السنة دي وياخد دورة ابتال الاسيا تاني يا جماعة ان شاء الله بكرا ردة فعل طبعا كتب صورة مباشر شوفها بكرا ان شاء الله السلام عليكم